بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة حل بعض الأمثلة على طريقة قوس لنستعرض المثال التالي حل جملة معادلات التالية بطريقة قوس جملة ثلاث معادلات بتلاثة مجاهيل وحطط لشرط آخر في نص السؤال Using the Gauss Elimination with Partial Prevoiting ماذا يعني Partial Prevoiting يمكن أن أشرحه الآن عندما نستعرض الحل لنأخذ مصفوفة الأمثال مصفوفة الأمثال هي 1-10-1-3 2-23-7 2-23-7 10-1-2-4 10-1-2-4 الآن معناك كلمة Partial Prevoiting معناك في كل خطوة انظر إلى العمود فأنا في الخطوة الأولى سأنظر إلى العمود الأول وأجعل الأعلى الأمثال هو في السطر الأول إن أعلى الأمثال يقع في السطر الثالث فيجب أن أجري عملية مبادلة ما بين السطر الثالث والسطر الأول فإذا أجرينا عملية المبادلة هذه لحصلنا على المصفوفة التالية الآن علي أن أجعل العمود الأول تحت العشرة كلهم أصفار ماذا أفعل؟ أقسم السطر الأول على خمسة وأغير إشارته وأضف له للسطر الثاني وأقسم السطر الأول على عشرة وأغير إشارته وأضيفه للسطر الثالث فنحصل على هذه المصفوفة الآن نأتي إلى الخطوة الثانية الخطوة الأولى خلصنا واجعلنا العمود الأول كله أصفار الآن نأتي إلى الخطوة الثانية يجب أن أجعل هذا العمود الثاني اللي تحت دول كلهم أصفار لكن بطلع ما دام إلي بنص التمرين بارتشر بابويتين معناته رتب العمود الثاني أيضا فلو جينا شفنا العمود الثاني العنصر الأول فيه 3.2 والعنصر الثاني هو 10.1 فإذا بدنا يعني معناته لازم أعيد الترتيب أن أجعل المصفوفة السطر الثالث هو السطر الثاني والسطر الثاني هو السطر الثالث فأجعل عملية مبادرة فأحصل على هذه الآن إذا ضربنا السطر الأول بـ 3.2 وقسمناه على 10.1 وغيرنا إشارته وأضفناه إلى الثاني عندها إذن نحصل على هذه المصفوفة منهم بالخطوات التراجعية من هذه فنحصل على 19.9 X3 يساوي إلى 5.37624 معادلة فيها مجهول واحد ونحصل على X3 لأن نأتي إلى السطر الثاني لو غيرناه فنحصل على 10.1 X2 ناقص 1.2 X3 يساوي إلى 2.6 ننقل ونقسم فنحصل على X2 هو عبارة عن 1 على 10.1 مضروبة 2.6 زائد 1.2 X3 طبعا X3 حسبناه فيمكن حساب X2 ومنه أيضا من المعادلة الأولى 10 X1 سالب X2 زائد 2 X3 يساوي إلى 4 طبعا X3 والX2 معلومات نحسب ونحط قيمتهم وننقل للطرف الثاني ونقسم على 10 فنحصل على المطلوب كما هو موضح بالشكل فنحصل X3 وX2 وX1 طبعا هنا في هذا المثال كان طالب مني في المثال الأول Partial إذن هنا لم يذكر هذا السؤال والزول التالي فلا يداعي للترتيب في عناصر الأعمدة لو أخذنا مصفوفة الأمثال هي 1 سالب 2 1 0 1 2 1 3 5 2 1 3 5 4 7 1 1 1 من هنا لو ضربنا هذا بسالب 2 وإضافنا لو ضربنا بسالب 4 وإضافنا لحصلنا على العمود الأول ما تحتو كل أصفار نأتي إلى هنا لو ضربنا هذه بخمسة وطرحناها من السطر الثاني اللي حصلنا على هذه العلاقة من هنا بالخطوات التراجعية من هنا سالب 10 Z يساوي إلى سالب 10 ومنه Z يساوي سالب 1 5 Y نائس 5 Z يساوي إلى 5 الآن من أسم على 5 ونعوض Z وننقل الطرف الثاني فنحصل على Y ماذا تساوي أيضا هنا X Y Z معلومات نعوض فنحصل على X ماذا تساوي ننتقل إلى أيضا مثال آخر حل جملة معادلات بطريقة قوس 2Y زائد Z يساوي إلى سالة 2 X نائس 2Y نائس 3 Z يساوي 0 نائس X Z Y نائس 2 Z يساوي إلى 3 لو أخذنا مصفوفة الأمثال طبعا هنا لا وجود للX لا موجود ولكن أمثال 0 وبالتالي فما كتبنا إذا أمثال 0 ضرب X هي 0 وبالتالي لا يكتف الجملة ولكن عندما نريد أن نكتب مصفوفة الأمثال لابد من كتابة أمثال X فأمثال X هي 0 2 1 0 2 1 8 1 2 3 0 1 2 3 0 سالب 1 1 2 3 الآن ما دام A11 يساوي 0 ونحن لدينا شرط أساسي في الدراسة النظرية أن لا يكون صفرا ولذلك نجري عملية المبادلة بين السطر الأول والثاني نبدل بين طبعا وهذه تحويلات أولية ونحن نعرف أن التحويلات الأولية لا تغير شيء من الحل لا تؤثر على الحل مطلقا إذن لو أجرنا عملية المبادلة الآن إذا أضفنا السطر الأول إلى السطر الثالث فنحصل على هذه المعادلة العمود الأول فيها واحد والباقي كلهم أصوار نأتي إلى العمود الثاني الآن هذا اتنين إذا ضربنا السطر الثالث باثنين وأضفنا إلى السطر الثاني فحصلنا على هذه المصوفة من هنا وبالخطوات التراجعية سالب Z يساوي إلى سالب اثنين ومنه Z يساوي من هنا اثنين Y زائد Z يساوي إلى سالب ثمانية بوضع Z بما تساوي ومن المعادلة الأولى أيضا فنحصل منهم على X Y Z ماذا تساوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته